رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على فيسبوك اللي هي بتتزين بفرحة العيد فرحة العيد فرحة ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها على العبيد جعلهم يفرحوا ويسعدوا ويوسع عليهم ويسلام وكمان يسملهم يوم العيد كمان يوم الجايزة الجايزة يعني ايه؟ يعني أنا كمان مش بس عقبلكم في عبادي لا وأعطيكم هبة وجائزة لكي تفرحوا وتسعدوا يا رب جعلنا دايما في عياد وجعلنا دايما متواصلين بصفحتنا اللي على فيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بتوصل لنا أسئلتكم المباركة عليها ونخصص لها يوم نجاوب عليها زي مخصص لنا النهاردة تعالوا نشوف أول سؤال وصلنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسره السؤال اللي أولان بيقول ايه؟ السلام عليكم هل يجوز إعطاء أختي من نصاب الزكاة لمساعدتها في تكاليف زواجها حيث إنها يتيمة ويعولها أخي ولا يستطيع أن يقوم بتكاليف جهازها بمفردي هنا بقى ده شيء مهم جدا جدا إن تجهيز البنات اليتيمات للجواز آه ما صف المصارف الزكاة بس عندنا مسألتين مهمين جدا لأن مصاريف الجواز وتجهيز البنات للجواز ده بيتكلم عن حاجة عن احتياج من الاحتياجات آه اللي هي مهمة جدا 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 للبنات طيب نعمل ايه؟ حتى الناس بتسميها سترة وده اسم راقي جدا 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 يسموا ايه؟ يسموا الجواز بالنسبة للبنات سترة وده حلو طيب يبقى هذا الكلام اللي هو إعطاء البنت عشان تتجهز للزواج هل ده من مصارف الزكاة؟ نعم يكون من مصارف الزكاة ليه؟ لأنها إذا لم كان معها فلوس ومش قادرة تكمل هتبقى من المساكين أو إنها معاش خالص بأدية من الفقراء والله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين بس عايزين نقول حاجة مهمة جدا 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 وإحنا بنشير إلى ده نخلي بالنا كويس قوي 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 إن احنا بنعطي الزكاة نخلي الناس برضو تكون في حكمة تكون في حكمة ولا تبالغ في الشراء في مسألة تجهيزات الزواج لكن هذا من مصارف الزكاة نعم ليه طيب لأنه هو بيقول إن أخوها هو اللي بينفق عليها وهو اللي بيساعدها ولكن في نفس الوقت أخوها مش قادر يكفل مصاريف الزواج دي يبقى هي تستحق ده لأن الجواز من الحاجيات يعني إيه من الحاجيات؟ والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة يعني إيه؟ يعني الجواز صحيح مش الإنسان لما تجوز سعي يموت لو الإنسان مش الحاجة للإنسان لو ما عملهاش يموت يبقى ديت من الضروريات خلاص؟ ويبقى إحنا محتاجين لها إذا كنا محتاجين لها على طول ده وتبقى وكمان الحاجيات تخلي الإنسان برضو إذا ما كان شيء من الحاجيات الشديدة تخلي صاحبها إذا كان هو محتاج لهذا الأمر وما عندهش ما يسده تجعله من المساكين والزواج من الحاجيات وعشان كده على طول يبقى يجوز إعطاء الأخت من الزكاة والإن هي كمان ليست هي كالأصل اللي هو الأب والأم وليست هي كالابن اللي هو الفرع ليه طيب؟ لأن دولة إذا افتقروا كنت أنا يجب علي أن أنا أنفق عليهم لكن الأخت ليست كذلك يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى بساطة يبقى إيه؟ يبقى أعطاءها من الزكاة يجعلها إن شاء الله قادرة على ذلك وإن شاء الله يكتب لها الكفاية بذلك إن شاء الله وربنا يتم بخير السؤال اللي بعد كده بيقول هل يجوز استخدام بويضة من سيدة متبرعة ويتم تلقاحها في رحم الزوجة اللي هي تبقى دونر إيج من زوجها حيث إن الزوجة لا تنجب وليس هناك أمل في الإنجاب السؤال ده عن جاوبه زي ما هو واضح من منطوق هذا السؤال بيقول إيه؟ إن في واحدة عندها مشكلات في التبويض وعن نعمل إيه؟ وعناخد بويضات من امرأة متبرعة ببويضاتها وناخد البويضات دي ونلقحها بمني زوج الست اللي هي إحنا واخدين بويضاتها دي مش زوجة ليست الزوجة إحنا واخدين بويضات امرأة أخرى هي متبرعة بالبويضات دي فعناخد البويضات دي ونلقحها بمني الرجل ثم نزرعها في رحم الأم ثم نزرعها في رحم الايه في رحم الام فايه حكم ده حرام هذا حرام هذا لا يجوز ليه لا يجوز لا يجوز لأيه الكتير جدا 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 ده مخالف لقوله تعالى الا على ازواجهم ده ليس من حفظ الفروج ليه لان الكلام عن تلقيح مني رجل لبويضة امرأة اخرى ليس من حفظ الفروج هذا الاول طيب المسألة التانية هي ايبا اني مسألة اختلاط الانساب هذا الولد هيبقى لاي الامين احنا عندنا مسألة بس المسألة التانية بتبقى عكسية كده اسمها استرجاع استيجارة الارحام اني تبقى البويضة من الام من الزوجة البويضة تبقى من الزوجة وتبقى المنية من الزوجة ويوضع في رحم امرأة اخرى وكذلك ده احنا منعناه لكن احنا هنا بنتكلم على بويضة ليست هي بويضة الزوجة بويضة امرأة اخرى وانتوا عارفين حضراتكم ان الجنين بيتكون صفاته وخصاصه وبيتكون من هذا التلقيح اللي هو ما بين مني الرجل وبويضة المرأة فهذا الولد دي من ينسب ينسب لصاحبة الرحم ولا ينسب لصاحبة البويضة الصحيح ان بدون البويضة ما بيقاش فيه حمل ما بيبقاش فيه انجاب فكده يحصل ان اختلاط للانساب وينسب لمين ينسب للي ولدت الام دي ولا ينسب لصاحبة البويضة ولذلك هذا ممنوع ولا يجوش شرعا لا يجوش شرعا وهذا ليس من التبرع المشروع ان حد يتبرع ببويضاته لا هذا لا يكون الا اي نوع من انواع تلقيح اي بويضة بنأكد على كده اي نوع من انواع تلقيح اي بويضة لا يكون الا في اطار الزواج فهذه المرأة ليست زوجة لهذا الزوج فلذلك لا يجوش تلقيح بويضتها لان هذا ممنوع شرعا ممنوع شرعا ان الرجل يلقح بويضة امرأة ليست زوجة له فلذلك لا يجوش هذا الفعل وهذا الفعل لا يكون من العمل المشروع شرعا السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد اذنكم زوجتي زوجي زوجي عنده قطعتين ارض وبيطلع عليهم زكاة كل سنة ومن ثلاث شعور باعهم وفي قطعة منهم لسه باقي في فلوس اطلع عليهم زكاة ولا لا هي بتقولي دلوقتي ان زوجها بيطلع الزكاة على الارض اللي عنده وهو عنده قطعتين ارض وهو عارض على التجارة فبيطلع عليهم زكاة لانها عروض تجارة لكن لو كانت الارض دي لازم نوضح لو كانت الارض دي هو حطتها وشيلها عشان يبني عليها بيطلعياله او يوسع يوسع في الارض دي ويبني عليها بيطلية هو او كان بيزرعها وما كانتش يناوي ان هو يبيعها او ما كانتش دخلت في كوردون المبني ايا كان فدي ما عليها الزكاة لانها اما مال قنية او ارض زراعية عليها الزكاة بتكون على المزروعات اللي بتخرج منها انما لو كانت القطعة الارض دي ايه اللي حاصل معدل التجارة يعني الارض دي بيتاجر فيها او هو ناوي يتاجر فيها مش ناوي ان هو يبني عليها ولا يسكن عليها يبقى دي اسمع عروض التجارة فهو كان بيطلع زكاة على ثمن هذه الارض يعني بيقيم الارض دي بسعر السوق في الوقت ده وبيطلع زكاة على الارض دي تمام كده فهو لما جيه بقى الارض من ثلاث تشور عن شوف بقى لما بقى الارض من ثلاث تشور هي الارض دي كان حال عليها الحول ولا لا فلما يكون حال عليها الحول عن طلع الزكاة ما حالش عليها الحول الفلوس اللي جات بقى هي دخلت في رصيدي دخلت في ايه في رصيدي فايه اللي يحصل فلما يحول عليها الحول عن طلع الزكاة خلصنا كده ده اول جزء اهو عشان نعرف ازاي عن طلع الزكاة عن الارض دي الجزء التاني بتقول ايه بقى هو خد من الناس ثمن الارض بس يبدو انه هو ما خدش ثمن الارض كله ثمن الارض خد منه جزء مثلا خد منه ستين في المية خد منه خمسة سبعين في المية وبقى خمسة وعشرين في المية خمسة وعشرين في المية ده دين ليه عند ايه عند المشتري يبقى هو الباقع وهو عنده دين فلوسه دي عند المشتري فهي دين على المشتري الدين ده عندنا قاعدة كده بدل الدين ده مرجو السداد الدين ده مرجو لإيه؟ مرجو السداد مدام الدين ده مرجو السداد يبقى أن طلع عليه زكاة لأنه خلاص بقى في ملك الشخص ده يعني الدين اللي هي دي ده بتاعي أنا وعلى هذا الرجل فيبقى ده بدل هو دين ومرجو السداد يبقى أنا بطلع عليه الزكاة لأنه هو أصبح في ملكي إلا بقى إذا كان هو بيعطيه المال في أشكال أجزاء في مقابل أجزاء يعني أشتري منك قطعة ودي لك تمنها وأشتري منك القطعة التانية ودي لك تمنها لا ده مش كده لكن إن بيع تم عن كل الأرض عن قطعتين كلهم وبعدين هو أخر جزء هيسدده إما في شكل أقصاد أو هيسدده في تاريخ معين لا ده في ملكي أنا في ملكي أنا يعني إيه يعني أنا ممكن أرفع عليه قضية لأن أنا بطلب بإيه بمالي ده مالي أنا وده المالي عنده هو يبقى أنا بزك عليه حتى لو كان في شكل إيه حتى لو كان في شكل دين يبقى كده أنا أطلع عليه الزكاة السؤال اللي بعد كده السؤال بيقول أنا جوزي مسافر وأنا نقلت مكان تاني بعد مسافر وهو حالف علي تكوني محرمة زي أمي لو طلعت لو طلعت وأنا بطلع أجيب أكل أولادي وأسوء وأجيب علاج عليهم وأوفر ليهم احتياجاتهم عشان ما فيش حد يجيب لي حاجتي أعمل إيه وعلى علي أكفره ولا لا كل الكلام ده مش هقدر أجاوب عليه دلوقتي لازم زوج حضرتك يتصل بي أو يتصل بمية وسبعة في ضر الإفتة عشان نتحقق منه هو لما قالي الكلام ده كان أصده إيه وما نقدرش نفتي في مسائل الطلاق إلا مع وجود الزوج لأن الزوج هو صاحب الطلاق من اللي تلفظ باللفظ ده؟ الزوج ودايماً هتسمعوني بقول الكلام ده ودايماً بنبع على الناس اللي بتفتي الناس في مسائل الطلاق أرجوكم تخلي بالكم من ده الطلاق ده لفظ مين؟ لفظ الزوج فلابد أن يسأل الزوج ما تجيش الزوجة تحكي وتسمع من الزوجة وتفتي الزوجة على حكايتها عن الزوج هي من صاحبة المسألة هي جزء من المسألة ولكن هي من صاحبة اللفظ صاحب اللفظ هو الزوج هو الزوجة هو اللي بيطلق ربنا جعل الطلاق بيد الزوج يبقى مين اللي يسأل عن تفاصيل ذلك؟ الزوج وزيك المسألة سهلة ويسيرة إيه اللي حاصل؟ عشان نمثل عشان الناس والمثال ده دايماً بقوله لو حد جيد الوقت وراح للدكتور وقال للدكتور والله أنا أخويا بطني وجعا وأنا عارف كل وجعه شكله إيه ممكن تكشف علي أنا وأنا أقولك الأوصاف اللي عنده وتكتب له الدواء هيقوله إيه؟ لازم تجيب لي أخوك عشان أكشف عليه نفس الكلام؟ ليه طيب؟ الزوجة ممكن تيجي تقوله والله أنا عارف نيته كانت إيه؟ أنا عارفه والله وسألته برضو ده ما يصلحش إنه إحنا نفتي عليه ليه؟ عشان أمور كتير أهمها إنه هو صاحب المسؤولية عنده أمر التاني الاحتياط مسألة الفروج من أكتر الحاجات اللي الشرع بيحتاط فيها فما ينفعش ما يتناسبش في الاحتياط إن يجي واحد ينقل خبر سواء ضبطوا أو ما ضبطوش صدق فيه أو ما صدقش ما قدرش أعتمد عليه في مسألة تتعلق بالأعراض وعشان كده لازم زوج حضرتك يسألنا ونجاوب عليه لإن كده وإلا كده مش هينفع إنه إحنا نجاوب عليه السؤال بعد كده بيقول إيه؟ لو عندي ذهب ممكن يكون في حدود خمسين جرام على أطلع عليه زكاة ولو فيه زكاة تبقى كام هنا فيه سؤال لابد إنه إحنا نسأله أول حاجة هو الذهب ده في شكل إيه؟ في شكل حلي فالفتوى مستقر أنا إن الذهب ده لو فيه شكل حلي ما علوه زكاة يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى الذهب اللي هو المصاق ده أو الذهب اللي هو في شكل حلي ده لا ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش عليه زكاة مهما بلغ مهما بلغ ليه؟ لأن حلي المرأة لا زكاة فيه طيب نيجي بعد كده طيب لا إحنا عندنا دهب في شكل إيه؟ في شكل جناهات أو شكل أو شكل سبايك الدهب اللي عندنا جرامات في شكل سبايك كم بقى جرام يطلع عليه زكاة؟ إحنا عندنا النصاب بيطلع على 85 جرام دهب فالنصاب اللي يجب عليه الزكاة هو 85 جرام دهب طيب إذا المال ما ببلغش 85 جرام دهب مش هنطلع عليه زكاة يبقى إذن الخمسين جرام ده في حدود خمسين جرام مش هنطلع زكاة ليه؟ لإني لازم يصل الزكاة عشان تجب بتجب بحاجتين إن المال يبلغ النصاب اللي هو 85 جرام دهب ويحول عليه الحول يحول عليه الحول يعني إيه؟ يمر عليه سنة قمرية يمر عليه سنة إيه؟ قمرية اللي يبقى نسميه السنة الهجرية يبقى لازم يبقى فيه حاجتين 85 جرام دهب وده يبقى يسمه بلغ النصاب والحاجة التانية إيه اللي حاصل؟ حال عليه الحول حال عليه الحول يعني إيه؟ تم سنة قمرية ساعتها يبقى لإيه يبقى الزكاة تجيب عليه غير كده يبقى الزكاة مش واجبة يبقى من بابه كده لو كان حلي مع له الزكاة يبقى والحاجة التانية لا ده مش حلي ده سبيكة 50 جرام لا ما تجيبش عليه الزكاة لأن النصاب كام لأن النصاب 85 جرام ده السؤال بعد كده بيقول أنا ندرت ندر يا شيخ على علي زنب لو ما وفتهوش لو أنا قادر هنا بقى بنقول حاجة مهمة جدا 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 النظر الفقه يقولوا أن النظر بيبتدي أصلا يعني قبل ما انظر النظر الشرع بيقول ما تنظرش ليه عشان ما تحملش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما تحملش نفسك ما تفردش عن نفسك حاجة قاله ليه قاله أصل النظر قبل النظر مش واجب عليك فإذا أنت نذرت فقلت لله علي أننا نتبه حاجل انقلب الأمر ده إلى واجب يا النهار بيد يعني أنا لأوجبته على نفسي آه أنت لأوجبته على نفسك قال طب ما إيه اللي أعمله يا سيدي تصدق مش لازم تنظر قال يعني النظر ده حاجة وحشة قال لا بدل أنت نذرت يبقى يجب أن توفي النظر وبعض المذاب زي ما زي بستاذ الشفاء يقول لأ أن النظر فيه أصله مكروه يعني الشرع يقولك بلاش تنظر أحسن طيب طب إذا نذرت يجب أن أوفي طب إذا كنت قادر على توفية النظر وما نقويه وما وفتش أبقى آثم أيوة أبقى آثم يعني أنا عندي فلوس وجبت العجل عندي العجل أهو والعجل ده اللي أنا ندره وبعد ما جبت العجل اللي أنا ندره قلت ده هو ده العجل الندر ده قلت مش هتبحه خلاص أنا فكأ أنا مش عامل الندر ده خالص هل أنا أبقى قاسم؟ آه إيه بقى اللي ما يبقاش فيه قاسم لو أنا مش قادر ما هو لو أنا علاء عملت ندر وبعد كده بعد ما عملت الندر إيه اللي حاصل ما بقتش قادر أو صعيتها ما بقاش قاسم يبقى اوه المسألة واضحة لو أنا ندرت ندر وقادر عليه وما وفتش بالندر أكونه قاسما طب لا أنا ندرت ندر ليه لأن الندر أصبح واجب خلاص وترك الواجب المعصية طيب وإيه وعليه اسم وعليه اسم لو إن أنا قادر إن أنا أعمل الندر وما عملتوش لا أنا مش قادر أعمل الندر أعمل إيه بقى؟ مش قادر أعمل الندر خالص بعد ما أنا ندرت أعمل إيه ببساطة خالص أكفر عنه وكفرت إيه؟ يمين أطعم عشرة مساكين يا سادة إحنا النهاردة في عيد والعيد نور وبركة وفرح لأن العيد نعمة العيد نعمة وعشان كده لازم ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول له يا من زينت بالسعادة الزمان فجعلته عيدا فكان جماله فكان جماله علامة على المحبة والحنان وميلادا جديدا لا تقطع عنا عوائد حبك وحنانك ورصالك وأدم علينا السعادة بالنقاء والصفاء والبقاء في اللقاء في ساحة قربك وأمانك ورضاك وإحسانك شكرا